أعلنت وزارة الداخلية المصرية توصولها إلى هوية أحد المفجرين الانتحاريين الذين استهدفا كنيستين للأقباط الأورتودوكس خلال احتفالات أحد الصعف في وقت صابق هذا الأسبوع وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الانتحارية منفذة هجوم كنيسة الإسكندرية يدعى محمود حسين مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاما وذكرت الوزارة أنها لا تزال تواصل جهودها لتحديد هوية منفذ تفجير كنيسة طنطا